موسيقى غرفة الاخبار من سكاينيوز عربية مع مهند الخطيب أهلا بكم إلى غرفة الاخبار ونتابع فيها صراخ مضايا في عالم أصم البرلمان المصري المهمة المستحيلة وفي الملف الخاص في حلقتنا اليوم نتابع الحجد الشعبي العراقي انتهاكات بلا حسابات موسيقى والبداية بالملف الإنساني في بلدة مضايا السورية فقد تعالت أصوات الجوعة من داخل بلدة مضايا فسخر منهم محاصرهم من أنصار الحكومة السورية وميليشيا حزب الله اللبناني وأصيبت أذان المجتمع الدولي بالصمام أو تعمد العالم ذلك كي لا يستمع لصرخات الجوعة وعلى استحياء صر الحديث عن جداول زمنية لإدخال المساعدات للبلدة الجائعة لكن سرعان ما دخلت تلك الجداول دائرة التأجيلات والتسويفات التي باتت علامة مسجلة للأزمة السورية حرب صور هي ولكن أيضا حرب أخلاقيات صور جوعة مضايا هزة العالم عالم افتراضي ملأته حملات الشجب والاستنكار والتضامن من دون أن يصل منها رغيف خبز واحد لأي من أطفال مضايا أو عجزتها مأساة بمعنى الكلمة مأساة وجهت بصمت عربي واستجابة دولية ليست بحجم هذه الكارثة الإنسانية ولم تكن يوما منظمات الأمم المتحدة لا تزال تتلكأ عند أبواب الإجراءات اللوجستية والتنصيق بين الجهات المعنية وفي هذه الأثناء تنحصر الجهود بالحل السياسي أطراف الأزمة السورية الإقليميون منهم والدوليون لم ينشغلوا يوما بالجانب الإنساني للحرب ليختفي مصير الإنسان في سياق تكثيف الحوارات والمفاوضات واللقاءات وتصدر مصير الرئيس بشار الأسد سلم أولويات الدول وعند الأسد خسرت كل الحلول والعراقيل مضايا ليست وحدها المدينة المحاصرة ففي سوريا آلاف السكان يئنون جوعا وعطشا وبردا مع اختلاف الجهة التي تحاصرهم وتمييز بينهم وفق الأهواء السياسية ومصالح المدافعين هو أبشع أنواع التواطئ خلال أيام سلطت الأضواء والأفواه على مضايا التي تحولت إلى وصمة عار على جبين عالم يتغنى بالحريات وحقوق الإنسان وقبل مضايا كان مخيم يرموك وبعدها يبدو أن مدينة دير الزور سائرة على طريق الجوع نفسه أما المتنازعون فغارقون بين أروقة الدبلوماسية وأصوات المدافع تفاصيل وأرقام مأساة مضايا الآن مع سامي قاسمي مساء الخير سامي مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار وضع مأساوي بكل المقاييس وللأسف هناك من بات يسخر ويشكك في هذه المعلومات والصور التي تلد من بلدة مغرب هناك من يشكك مساء الخير مهند هناك من يشكك في هذه الصور يقول أنها ليست صور من داخل المضايا وإنما هي من مخيم اليارموك البعض تحدث عن هذا الأمر حقيقة هي أرقام مرعبة طبعا إذ تحاصر القوات السورية مدعومة من ميليشيات حزب الله اللبناني بلدة مضايا منذ عدة أشهر بسبب هذا الحصار يواجه أكثر من أربعين ألف مدني خطر الموت جوعا بينهم عشرون ألف نازح من قرى مجاورة قصدوا مضايا قبل حصارها سبعة أشهر مضت حتى الآن على الحصار منذ منتصف يوليو الماضي وتسبب الحصار بإصابة أكثر من ثلاثمائة طفل بسوء التغذية والمرض وسط نقص حاد في المواد الغذائية والمعيشية والطبية وفق المرصد السوري لحق الإنسان عشرة أشخاص على الأقل ماتوا من الجوع في مضايا في الأسبوع الستة الأخيرة فيما يقول نشطاء سوريون إن عدد الضحايا بالعشرات منظمة الصليب الأحمر الدولي تقول إنها أدخلت المساعدات إلى مضايا لآخر مرة في أكتوبر الماضي في الثاني والعشرين من فبراير الماضي صدر القرار ألفين ومائة وتسعة وثلاثين بالإجماع عن مجلس الأمن ينص هذا القرار على أن تسمح كافة الأطراف والسلطات السورية بوجه خاص للوكالات الإنسانية بالوصول إلى من هم بحاجة للمساعدة بسرعة وأمان ومن دون معوقات بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود قرار ضرب عرض الحائط بحسب الوقائة حقيقة مهند هذه الحرب تسمى حرب قذرة حيث تستخدم أطراف النزاع المدنيين دروع بشرية تتخذ منهم رهائن لتطبيق القاعدة القائلة الأرض مقابل الغذاء وللأسف لم نسمع حتى الآن من المجتمع الدولي من جماعة الدول العربية إلى أي شيء يرقى إلى مستوى هذه المجتمع وهذا شيء كارثي حقيقة صحيح دعنا نستفسر من ضيفنا عن بعض المعلومات حول هذا الموضوع معنا من فرانكفورت رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم الريحاوي مساء الخير أستاذ عبد الكريم مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار نتساءل بداية عن هذا الصمت سواء الدولي أو إلى حد كبير أيضا العربي لماذا؟ مع أن كل المعلومات الواردة من مضايات تشير إلى حجم المأساة الإنسانية هنا تحياتي أستاذ مهند تحياتي لك والأستاذ المشاهدين حقيقة تعودنا في سوريا أن نخزل من كل الأطراف وبشكل خاص من منظمة دولية ومن جامعة الدول العربية نحن لا نعوّل كثيرا على هذه الجامعة بأي حال من الحالات ومواقفها مشينة وتجلب العار حقيقة بكل ما يتعلق بقضايا الشعب السوري الحقيقة أن ما يجري الآن في سوريا وبشكل خاص من انتهاك خطير وواضح لقرار مجلس الأمن 2039 والأسف هذا القرار صدر عن مجلس الأمن بشكل غير ملزم يعني ليس تحت البند السابع وبالتالي كما قال زميلك أن النظام السوري كالعادة ضرب عرض الحائط بكافة القرارات الدولية السابقا ومن الجملة هذا القرار سياسة التجويع والحصار الممنهجة هي سياسة معروفة للنظام السوري وهي جريمة حرب موصوفة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى لأنها واسعة النطاق وتستهدف جماعات مدنية معينة لأمد طويل إذن هناك منهجية في استعمال هذه السياسة والجنود السوريون كتبوا على الجدران شعارا جديدا الجوع حتى الركوع العالم سيد عبد الكريم وكأنه ينتظر تدخل واشنطن أو حتى روسيا شهدنا كلنا في أزمة الكيماوي كيف الولايات المتحدة قررت أن تتدخل وبالتالي سوريا رجعت عن هذا الأمر ومشت معها أيضا موسكو فتحرك العالم بأسره لماذا لا تبادر الدول الأخرى للتحرك لإنقاذ هؤلاء الجوعة وهؤلاء المحاصرين شكرا لك على هذا السؤال حقيقة عندما يتسامل المجتمع الدولي العصر الغليظة مع النظام السوري يبادر النظام السوري فورا إلى الانصياع والاستسلام كما حصل في موضوع السلاح الكيماوي بادر فورا وأنقذته روسيا حقيقة عندما قدمت مبادرة لحل الإشكال عبر تقديم أو تسليم السلاح الكيماوي إلى المجتمع الدولي ولكن حتى الآن لم نرى أي مبادرة دولية تهدف إلى رفع الحصار عن البلدات والمدن المحاصرة في سوريا لم نرى تحركا يمنع النظام من استخدام البراميل المتفجرة لم نرى مبادرة دولية تبادر إلى الإفراج عن المعتقلين الذين يتعفنون في السجون ويموتون أيضا نتيجة مضاعفات عن التعذيب أو نتيجة التجويع أيضا يعني الصور القادمة من مضايا تذكرنا أيضا بالهولوكوست السوري في فروع المخابرات السورية الذين ماتوا أيضا من جراء التجويع داخل المعتقلات السورية المجتمع الدولي حتى الآن عاجز عن حماية المدنيين وهو أخفق بشكل أساسي بالتزاماته ومسؤولياته الأساسية التي يتوجب كان عليه أن يبادر إلى حماية المدنيين بموجب القانون الدولي أستاذ عبد الكريم دعني أسألك عن هذه المسألة التي أثيرت آخر اليوم وبالأمس تحديدا هناك على ما يبدو جهات تشكك بصحة ما يجري في مضايا يعني سمعنا الكثير من التعليقات وفي وسائل الإعلام معينة بأنها تنفي وتقول أن لا صحة لما يجري في مضايا وهناك تضخيم لهذه المسألة كيف ترد على ذلك؟ يعني حقيقة في البداية دعني أوضح بعض نقطة هامة جدا وردت في تقريركم وهي عدد الضحايا الذين قضوا في مضايا حتى اللحظة اعتمدتم بالمصدر على المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي قال أن هناك إدعاشة ضحية فقط يعني الأرقام الموسقة لدينا بالإسم تفيد بأن أكثر من 63 مدنيا سقطوا خلال فترة الحصار أكثر من 29 شخص منهم نتيجة الجوع ونقص المعادة الغذائية والطبية و22 قتلوا أثناء محاولتهم فك الحصار قتلوا بألغام التي نشرتها ميليشيات حزب الله حول مضايا لإحكام الحصار على المدينة وهناك 8 أشخاص أيضا قتلوا بالرصاص وأربع أشخاص قتلوا برصاص قناصين متمركزين لأحكام الحصار على المدينة هذا من ناحية من ناحية أخرى بالنسبة للصور التي شككت بها بعض المصادر فعلا هي يعني بعض الصور كانت مكررة وهي منشورة وهي صور لضحايا التجوية حملة التجوية الكبيرة التي قام بها سابقا النظام السوري في مخيم اليارمو والتي حاصر فيها أكثر من 100 ألف مدني اضطروا أيضا إلى أكل الكلاب والقطط والحشائش وإلى ما ذلك والصور أيضا تم نشرة منذ سنتين تم إعادة استخدامها بشكل عفوي من قبل بعض الناشطين على الفيسبوك ووقعوا في هذه المغالطة ولكن هذا لا ينفي أن النظام السوري وميليشيات حزب الله تحاصر المدنيين وهناك صور إذا تمكنت وسائل الإعلام من الدخول إلى المدينة ستفاجأ بصور أكثر بشعة نقطة أخيرة أستاذ مهنة دعني أشير إليها أنه اليوم تم جلب بعض المدنيين على البوابة الجنوبية لمدينة مضايا من قبل ميليشيات حزب الله وتم إجبارهم على التحدث إلى قناة المنار وأخذ تصريحات منهم بأن المساعدات الإنسانية دخلت إلى مضايا ولكن المسلحين الموجودين داخل المدينة سيطروا عليها ومنعوا تسليمها للأهالي الجوعة شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الكريم الريحاوي رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان كان معنا من فرانكفورت شكرا جزيلا لك